وينضم إلينا في المحور الاقتصادي الخبير الاقتصادي عمر فندي أستاذ عمر يعني ما الذي تلمس من الناس بداية هل هو تفاؤل بعودة الاقتصاد وهذه الانفراجة أم أنه قلق مما سيأتي طبعا تفاؤل كبير مش بس من الناس إنما كمان من المؤسسات العاملة على الاقتصاد مثل البنك إسرائيل ووزارة المالية بنك إسرائيل طلع في توقعات كثير عالية من سنة 21 و سنة 22 طبعا مبنية على أساس التطعيم بالأول إذا التطعيم مشي بسرعة فبتتوقع نمو اقتصادي 6% نسبة هائلة جدا إننا خلال الـ 21 نعوض طباطه الاقتصادي اللي كان سنة 20 ومن زيد كمان أكتر من النسبة العادية فهي نسبة هائلة جدا ولا مرة كنا فيها أنه نصل في نمو اقتصاد 6% أستاذ عمر لكن كيف سيتحقق ذلك وزارة المالية بتتوقع نعم كيف سيتحقق ذلك إن كان العالم مغلقا يعني الأمر مش متعلق بالاستيراد والتصدير وتبادل البضاءة والتجارة إذا كانت لا تزال ألمانيا والولايات والتحدة والدول العظمى والصين مغلقة أسواقها مغلقة ماذا ستستفيد منه إسرائيل اقتصاديا جراء هذا طبعا إحنا بنحكي على اليوم بالعالمة إنه إحنا كلنا نصرنا اقتصاد واحد ما بكفي إنه دولة واحدة تكون لحالها ناشحة أو لحالها تشتغل والباقي مسكر ولكن إسرائيل ممكن تكون جزيرة خضراء بفضل التطعيم وتقدر تستقبل سواح تقدر تشتغل تقدر تصدر إحنا ما بنحكي على دول اللي هي منهار اقتصاديا من ناحية عالميا ولكن إحنا منطلع على فيه أكيد رح يكون فيه تداعيات اقتصادية في جميع الأسواق العالمية في الناحية منشوف تراجع في كل الاقتصاد منطلع على السوق الأوروبية منطلع على أمريكا من ناحية ولكن فيه دول تانية اللي عم تطلع رغم التباطل الاقتصادية رغم الأزمة هاي طبعا التقرير طبع بنك إسرائيل بحط حالتين بحط حالة أنه في حالة كان فيه تطعيم سريع أو تطعيم بطيئ وبيكون حذر مع تطعيم البطيئ ولكن على الجهتين بيكون نسبة النمو عالية والتوقعات متفائلة جدا حول نمو اقتصادي كبير جدا كمان أنه عمليا إيجاد أماكن عمل لكل الناس اللي خرجوا لسوق البطالة في عام عشرين وهبوط نسبة البطالة لنسبة واطية جدا أنا بالموضوع هذا بطلع أنه بالفترة هاي نحن نشوف أنه نحن في قمة الأزمة الاقتصادية خاصة بالمصار لأصحاب المصالح أنه اللي أجلوا قروض أول ثلاثة شهر وبعدين ثلاثة شهر اليوم وصلنا لآخر مرحلة وما في مجال البنوكة عم بتشد أنه ما بتقدر تعطيهن وبعدنا مشترعين من الحاجر هنا شايف كثير مصالح كثير مصالح اللي راح تكمل من أزمة المصالح وقدرة العديد منها ربما على عدم الاستمرار بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية إلا أننا خلال حديث سابق قلت لي أن هذه الأزمة نفسها هي فرصة لانطلاق مبادرات جديدة ومصالح جديدة طبعا كيف حالك طبعا كل أزمة اقتصادية هي فرصة للنهوض عمليا كل هبوط هو فرصة للنهوض نحن نشوف بعد أزمة الكورونا راح يكون في كثير فرص علينا اغتنامها طبعا للأسف أزمة الكورونا وسعت الفجوة بين الفقراء والأغنياء ولكن للمبادرين الصغار مبادرين الجدد ممكن طبعا بفضل إذا بيكون في عنا خطة اقتصادية أحسن من الخطة التي كانت عملتها الحكومة في فترة الكورونا أنه في حاجة لخطة اقتصادية لدعم مبادرات جديدة راح تكون فرص لاستيعاب وتشغيل العطلين عن العمل لسد الاحتياجات وسد الفراغ لكل مصلحة اللي تسكرت بسبب الكورونا ومش راح تقدر تكمل فهي وكمان حتى عالميا ممكن إحنا من كثير شغلات اللي كنا نستوردها دولة اللي مش راح تقدر تنهض تكون إسرائيل ومجتمعنا اللي يقدر يعمل مبادرات اقتصادية اللي نصدر بهاي المنتجات ما نستوردها الخبير الاقتصادي عمر فندي شكرا لك على هذه المعلومات اشتركوا في القناة